موسيقى يا مساء الورد والفل والياسمين وكل حاجة جميلة مساء كل شيء جميل لأجمل يوم يوم الجمعة أهلاً وسهلاً بيكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم هي وإدم الحقيقة الإسبوع اللي قبل اللي فات من حوالي 15 يوم تواصل معينا بعض المشاهدات كانوا متضررين من مشروع بشاير الخير هم كانوا متضررين من أنهم قالوا أنهم استلموا الشقق وبعد ما استلموها أخدوا منهم الشقق تاني طبعاً إحنا تواصلنا مع المسؤولين ومع الإدارة المسؤولة عن تسليم هذه الشقق وبجد أنا سعيدة جداً 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 بسرعة الاستجابة قد إيه المسؤولين في مصر رائعين الإدارة استجابت بشكل سريع جداً جداً وبتعيد النظر في التظلمات وقالوا لي كده بالنص ما تقلقيش يا دكتور كل واحد ليه حق هياخدوا سيادة الرئيس لما عمل المشروع ده وعمل مشروع بشاير الخير عملوا ليه؟ عمل عشان يعمل حياة كريمة للمواطن المصري الغلبان الحياة كانت قبل بشاير الخير كانت الناس تقريباً قاعدين في عشش وقاعدين في بيوت لا تصلح للعيشة الأدمية بيوت رهيبة قزرة مش نضيفة ما فيش أي خدمات سيادة الرئيس قال لأ لازم كل مصري وكل مصرية يعيشوا حياة كريمة وعمل لهم مشروع بشاير الخير في ناس استلمت وقد إيه سعدة؟ بمنتهى العدل وبمنتهى الشفافية في ناس بعثوا تظلمات وقالوا إن كان ليهم شؤاء في البيوت وهذه الشؤاء في ناس ما استلمتش خالص في ناس استلمت ورجعت خدوها منها فطبعاً التظلمات دي كلها اوعوا تفتكروا يا مصريين إن ما فيش إدارة بتعمل ليل مع نهار علشان تحل المشاكل دي والتظلمات دي عشان في الآخر المشروع ده معمول عشان قرامتكم عشان تعيشوا عيشة كريمة فعلاً تواصلنا مع الإدارة الخاصة ببشائر الخير وفعلاً قد إيه الناس تعاونوا جداً وقد إيه عايزين نشكرهم جميعاً ومش عايزين ننسى أي حد منهم الإدارة كافة على أعلى مستوى من الرقي والتعاون وعدونا إن هم هينظروا في كل التظلمات كل الأوراق اللي حضراتكم بعتتوها على صفحة البرنامج بالفعل بعتناها لهم وما تقلقوش خالص أبشركم بالخير إن شاء الله بإذن الله وكل واحد ليه شقة هياخدها بإذن الله وكل واحد ليه حق هياخده لكن برضو عايز أقول الناس اللي بتتلاعب الناس اللي كانت شقة وراحهم عاملين حطة عاملين حطة فيها عشان دي يبقى شقتين الناس اللي كانت في بيت تاني وراحهم جايين بسرعة قعدوا في حطة مش بتاعتهم ايه وتفتكروا برضو إن اللجنة هتعديها لا تقلقوش هما بيسألوا كويس وبيعرفوا كويس وبيعرفوا يده كل ذي حق حقه للي ليه حق مش حد بيلف ولا يدور ولا يتحايل على القانون لازم كلنا نبقى عارفين الموضوع ده دلوقتي بقى هنقول مع بعض فقرة إسأل مون جالنا شكوى غريبة ومستفزدة هقولها لحضراتكم وصدقوني انتوا كمان هتستفزوا زي أنا استفزدت جدا 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 من اللي بقيت الشكوى عموما هحكيها لكم واحد كاتب لنا بيقول أنا خاطب بقالي خمس شهور واحدة صاحبة أختي من الصعيد هي كويسة ومحترمة بس حاسسها بخيلة شوية ومشيك يعني مثلا من يوم ما روحنا جبنا الدهب كنت عامل حسابي على 8000 جنيه عشان نجيب دبلة ومحبس لقيتها نقل دبلة خفيفة كده عير 18 وخاتم خفيف يعني الحزبة كلها كانت 6000 جنيه ولما سألتها ليه مش نقيتي حاجة كبيرة وغالية قالت لي دلعك بني وانت أولى بباقي الفلوس مرضتش مرضتش أتكلم وبعدين بقول لها أعمل إيه في الشقة هجيب قوضة غالية تقول لي أي حاجة أنا رادية اللي تختاره كل حاجة تقول لي عليها تقول اللي أنت عايزه أنا موافقة عليه مش بتقول لي رأيها بقول لها هجيب لك عروسة المولد تقول لي لأ ده كلام فارغ أنت أولى بالفلوس دي هات حاجة تنفعنا مش عاوزة أي حاجة أنا لما تروح معايا نجيب ترطة من الغالية أو جاتوه وحاجات زي كده بتفرحوا كل حاجة بس جات بالليل وتقول لي ليه تعبت نفسك وصرفت كل ده أنت أولى بالفلوس دي أنت بتجهز وتعبان فأهم حاجة شقتنا وبعدين جايبة جهاز جهازها مش من الغالي جايبة حاجات حلوة آه بس مش كتير أو مش غالية يعني مش بتجيب قطهم الحلل الكاملة ومش بتجيب الست حلل أو التمانية ومش بتجيب الميتة فوطة في إيه مش بتجيب هدوم غالية بتقول بجيب من محلات العتبة يعني مش حاجات عادية دي حاجات شعبية وبرضه مش بتلبس واخار جمعايا محترم وساعتها مش من الغالية ولبلبلبله أنا حاسس إنها بخيلة ومش هتشرفني قدام عيلتي وأهلي هل أنا أسيبها بلطف والله صريحها أحسن صدق وتأمن بالله هقول لك كلمة وحيات ربنا خسارة فيك والله البنت دي خسارة فيك هو أنت يا رجالة لما تجيلكوا واحدة موفرة ومدبرة وتحفظ لك على فلوسك تقول لأ دي مشيك لأ دي بخيلة لأ دي فيها لأ دي فيها ولما بتصرف تقول لأ دي مكلفاني مالة أطاق دي مكلفاني فوق طاقتي ده أنا مش قادر ده أنا ده أنا ده أنا أنتوا إيه مفيش حاجة عجبكو البنت بنت حلال وبن الصعيد وبأهل الصعيد الجمال تحية ليهم الناس الجميلة اللي معودين بناتهم ومعودين ستتهم إن الحياة تمشي بأقل التكاليف يعني هتعيشك مش هتعمل لك ضغط كده نفسي وعصبي تقول لك هات 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 عايزة تعيشها ببساطة معاك مش هارياك أنت مش هاريا اللي عندك مش هاريا فلوسك يا بيت مش هاريا فلوسك إيه في إيه مش عجبك البنت مش شيك خلاص اشتري لها أنت الشيك مش بتجيب حاجات غالية مش عايزاني أجيب الحاجات الغالية والله دي نعمة واخسرة فيه وأنا متأكدة إن كل مشاهدين وشباب هي اللي بيتفرجوا على برنامجنا هي وآدم يتمنوا بنت زيها يتمنوا بنت زي دي بنت مش مادية بنت بتحس بخطبها يعني هتحس بجزها بعد كده يعني دي اللي هتعليك دي اللي هتدبق كده وراك وتلم وراك عشان تعليك وتخليك أحسن حاجة ما هو زمان كان الأباء والأمهات يقولولنا الراجل بحر والستة جسر يعني إيه؟ يعني الراجل بيصرف كتير الستة بقى جسر تلمه كده وتدبق وتدبر وراه علشان القرش اللي يدولها يلاقيه ألف والألف يلاقيه ألفين والألفين يجيبوا بيهم حاجة تكبروها هي جس تة اللي تعلي هي جس تة المصرية الأصيلة لكن أنت ملكش في الطيب نصيب وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوقعك في واحدة ما تخليش حلتك حاجة وتضيع لك اللي وراك كله قدامك بصراحة أنا أتحرق دمي نطلع فاصل أشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء معالش أصلا أنا استفزيت قوي فقلت له مطلع فاصل لأن أنا بصراحة أضغط من الراجل ده طبعا إحنا النهاردة في معانا فقرة حلوة جدا هتكون بعد الفاصل إن شاء الله هتبقى فقرة تفسير أحلام كل حد عنده حلم وشايفنا دلوقتي حابب إن هو يفسر هذا الحلم يجهز حلمه كده فرق وقلم ويستنى بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله هنحللكو أو هنفسرلكو كل أحلامكو مع مفسرة الأحلام ميسا إن شاء الله أستاذا ميسا طبعا أنا قبل الفاصل هتبقى بتكلم عن مشكلة هذا الشاب جات لنا مشاكل بقى تانية أنا استنتجت منها حاجة بصراحة كذا مشكلة جات لنا إن دلوقتي في ستات وبعض الستات بيتجروا بالطلاق تخيلوا بيتجروا بالطلاق يعني الستة دلوقتي زي الشطورة كده تتجاوز بعد ما تتجاوز تمضي العريس على أي ما محترمة ويعرفة إن الشقة من حق الزوجة ويعرفة إنها تاخد نفقة وبعد تجاوز بكم شهر لا أنت مش عاجبني طلقني ليه؟ لا طلقني أنا مش مبسوطة أنا عايزة تطلق طيب المشكلة بقى إن هي لو ما تطلقهاش أو الراجل كان محافظة عليها الراجل حاطت تحويشة عمره في الجوازة الراجل خلاص جيبه في زيط حاطت تحويشة عمره هو وأهله وكل العيلة حاطيني التحويشة دي في الجوازة طبعا مكتوب لها أي ما محترمة تمام؟ الناس اللي بتتاجر بالجواز الناس اللي فاكرة إن الجواز ده بيع وشروة الناس اللي بتتجوز علشان تتطلق وتاخد المؤخر والمقدم وتاخد الأي ما وتاخد كل اللي حيلة الشاب بتقولها شوي بتقول ليه؟ هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني